غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلاندا وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختمية عن المجموعة الثامنة من أجل تأهلي لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات مشاهدين بهذا الخبر نقول قد وصلنا إلى ختال أخبارنا الرياضية شكرا على المتابعة والسلام عليكم إذا متبعينا الكرام كما استمعتهم كان هذا تقرير إخباري من قناة رسمية في حضيرة الجزائر ديال نظام الحضيرة وحينما نتكلم عن قناة رسمية فنحن نتكلم عن لسان النظام ديال حضيرة الجزائر وكما استمعتم متبعينا الكرام يتحصرون بشكل مضحك وغبي ومثيل السخرية على إقصاء المنتخب الأرماني في دور المجموعات في كأس العالم ديال السيدات بطبيعة الحال لا قدرة له مقدرينش يذكروا الإنجاز التاريخي ديال المنتخب المغربي للسيدات لبؤات الأطلس كونه أول إنجاز على مستوى القرى وكذلك على مستوى المنتخبات العربية للسيدات فبطبيعة الحال بما أننا نتحدث عن حضيرة الجزائر فلابد أنهم يمشيوا بكيو على إقصاء المنتخب الألماني وما يذكرون بأي شكل من الأشكال المنتخب المغربي هنا فيك جل العقدة هنا فيك جل المرض النفسي العويس الذي يعاني منه نظام حضارات الجزائر والذي نرى في مثل هذه الخراجات المضحكة وهذه المسائل طبيعة الحال شفناها حتى في كأس العالم ديال قطر حينما حقق المغرب المنتخب المغربي إنجاز تاريخي ونظام حضارات الجزائر لم يستطع مع العلم أنه كان يقيم نشرات إخبارية مخصصة لكأس العالم لم يستطع أن يذكر إنجاز المنتخب الوطني المغربي ولو في جملة ولو في فقرة ولو في نشرة إخبارية أي كان نوعها وهنا متابعين الكلام طبيعة الحال كما أقول في جل الحقد للنظام حضارات الجزائر لكن المضحك هنا متابعين الكلام وهو كيفش كبكيه على المنتخب الألماني والإقصاء دياله من دور المجموعات والمضحك هنا أيضا متابعين الكلام وهو قبل أيام حينما كانت هناك المباراة ديال المنتخب الوطني مع المنتخب الألماني للسيدات وكانت هناك هزيمة قاسية للمنتخب المغربي خرج إعلام حضارات الجزائر بكل أصنافه يشمت ويدكر الخسارة ديال المنتخب المغربي لكن حينما تأهل الآن المنتخب المغربي وتأهل المنتخب الألماني عشنوشفنا في الإعلام الرسمي ديال الحضارات الجزائر شفنا حصر على المنتخب الألماني ولا ذكر للمنتخب المغربي يالله قبل أيام كنتوا كتذكروا المنتخب المغربي كنت تقولوا ورا儿 khsar ولكن ما قد ريش تقولوا ربح ما قد ريش تقولوا على أن المنتخب المغربي يحقق إنجاز هذا يسمى بالمرض النفسي العويس لن تتعالجوا منه يا نظام حضرك الجزائر ويا سكان الحضيرة ويا الجزائريين المستحمرين وأبشركم بأن الإنجازات المغربية لن تتوقف هنا الكابوس بالنسبة إليكم وهي الإنجازات المغربية الإنجازات المغربية مستمرة وسوف تلاحقكم اليوم وغدا وبعد غد متابعنا كلام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر